وطبعاً أنا موانيد 1969 مشعت في أحد أحياء العاصمة العريق وهو حي الحوة أو ما يسمى بحالة بني أنس فطبعاً هي من أحياء العريقة الحورة والبضيبية والعواضية والذواد والحدادة هذه مناظر يعني قديمة ولها تاريخ كبير وأخرجت شخصيات كثيرة وخدمة الوطن في شتى المجالات فأعتز بنتمائي ووجودي في هذه المنطقة أنا طبعاً أزغر أخواني الأولاد ومدي أخت أغار مني وطبعاً في بيت فيه استغرار أساري مهم الوالد اللي رحمه مهتم في البيت يعني حياتي كلها البيت ما عنده يعني كل جائحات كلها اهتمامة في البيت متواجد في البيت طول الوقت لما سياد البيت الأول هامي إلا أنه يقع عنده فترة التجارة عنده فيروح ويرجع وما يطلع عن خارج أطار الأسرة فهو متواجد ووجود للأبو بهذا الاستمرارية في البيت بلا شاك ينعكس على الأولاد هو شخصي كانت وايدوي وحوزم فكان له هيبة الأبو يعني وفي نفس الوقت يرعى أسرته يعني وبالهيبة اللي اللي السلبي كانت الهيبة الإيجابية ويحرص كان على التعليم لذلك ثلاث من أخوان يحملوا شهادة بالدكتورة يعني اي لا اي طبعا انا اعتزش في الحورة وفي القضيبية وفي العواضية في الزواد وفي الحداد ومناطق المحيطة كون تمثل تاريخ مهم من تاريخ البحرين وأخرجت مثل ما قلت لك الرجالات وفي ترابط اجتماعي مهم يعني أنا رابط في فترة عادي أدخل لذا عشان ما روح بيتنا روح بيجيران ما شرب ماي واروح ذاقعد أدخل لهم وقت الغدا وأتغد يعني فالبيوت دي كلها اعتبرها بيوتي فارتباطي في المنطقة مو ارتباط نائب من دار فلا لا لا ارتباط شخص يحاول بغض المكان ان هذه المناطق ما تنتهي لان انتهى ليس لصالح البحرين لما لها من تاريخ وأهمية وكثير من الأمور ذلك احاول بغض المكان انها يظل صامدة ان شاء الله بظل صامدة وبلا شك يعني اماما ثلاني الحكومة اجرت الكثير من المشاريع اللي تؤمن استمرارياتها طبعا جلات الملك يعني احنا اعتزل نهو درس فترة في هذه المنطقة وهي احمل المنطقة الكثير من الود والتغدير وحنا نحمل للكثير من التغدير عماتنا جلات الملك لباصمات كثيرة في داخل منطقة نهض بالمنطقة كثير من الأمور اللي هوا كانوا بشكل مباشر يمرد وهذي يعني بالنسبة لنا واشهذا مو غريب على جلات الملك وبالنسبة لنا يمثل لنا اعتزاس كبير من جلاته والاهتمام هذي يمثل لنا دافع معناوي مهم اشتغلت فاترة في مجلس الوزراء واقب اشتغلت مدير مكتب وزير الداولة السادة محمد حسن كامورزدين بعدين مدير مكتب دكتور عبدالحسين ميرزة فأتدرجت وتنقلت فأكسبني خبرة عملية كبيرة خاصة الوزراء اللي اشتغلت معهم كانوا اصحاب خبرة واصحاب تجربة فأتعلمت منه الكثير يعني خاصة الدفاع بالحسن ميرز استمرت معهم فترة طويلة وهو كان فترة يعني اول ما صار وزير يعني انا كنت اول شيء كنت موضف عادي بعدين صرت سكاستير عبدالطفر وميحدة قالت عبدالحسين وبعدين انتقلت الى محمد حسن كامورزدين وزير الدال طبعا التجربة ثرية مجلس وراء منطقة مهمة فبلا شك يعني من ماصب اللي كانت فيه اعتبر ماصب يعني فيه اشغال كثيرة وكمر عليك امور كثيرة ومتنوعة فأكسبتني خبرة وأكسبتني دراهية وأصبح يعني جزء من المان صغير عملي لا في جانب سياسي وفي جانب اجتماعي وفي تناوع مهم التناوع تهدي تهدي الى ان الانسان يكون عندها قدرة للتعاون مع جميع الظروف الأمور يعني هو طبعا انا من عائلة رياضية يعني اساسا اخواني ويالعامي في الرياضة مثلا ومنتخبات في ادت لعبات كرة القدم وكرة اليد فمن عائلة رياضية اخواني يعني واحد منهم حتى في السباحة كان اساسا من منطقة صاحلية حتى في السباحة كان نتائج مراكز الأولى دائما فمن عائلة كل اخواني رياضيين اصلا فيحبوا الرياضة عيال عمي كلهم رياضيين ومن سهلهم فطبعا رحت الى كرة الطائرة تعرف قبل مجموعة وين يروحون فالكل يروح يعني نروح معه بعض فعلا مجموعتي كانت تحب كرة الطائرة فرحت لعب كرة الطائرة فطلعت في فترة ليه مستوى الناشئين وبعدين تلعب كرة فارتباطي بالنادي ارتباطي برياضة اساسا ارتباطي بالنادي وبعدين تدريش صرت اول ما رشحت في ستة تسين صرت نار برأيس اتعاد كرة الطائرة اول تجربة لي وصرت نار بريس اشتغلت لي مدة مهينة وبعدين صرت رئيس في عام الفين وبعدين صرت رئيس الاتحاد البحرين للعاب البحنية اخواتي شوف على اللعاب البحنية في الفين وخامسة عام ثمانية بعدين صرت رئيس الاتحاد كرة سالة ثمان سنوات فعين رأست الله في اتحادات رائبية ترى ما انا كان رائي بدون رائية ما تدعى تتطور رائية شركة الجيو كان هالي اول رائية في البحرين انا عندي علاغة اصلا مع الاخوان وكلاء الجي لانهم كانوا متحفظين على الرعاية قلت لهم انتوا دخلوا وانا متأكد ان انتوا بتستفيدون بترتاحوا من هذه الرعاية تعاملت معهم بشكل مو تجاري بشكل ان الشركة لازم تستفيد فالرعاية امانتا يعني كانت يعني في ذاك الوقت تعتبر شيء متميز وحصلت علي انتشار كبير فاول ما ايه الوكيل الشركة وممثل الشركة الام كذا مشاف الفيديو يقول هاي اللي احنا ندورة هاي اللي احنا نعاه وهو الحضور ثماتين كرة ممتكلم عن فترتي بشكلة الطائرة صارت هي الاولى على المستوى الجماهير في البحرين وممباريات كانت يعني صالعة تسجي خير تلصك ويعني ما في مجار حق ان اي حد يدخل يعني بريات مهمة لان ادخلت موضوع المحترفين الخليجية وفعالتها فاصبح يعني كل من ايبلا محترفين فاصبحت فيهم اتحضور وما زالت بعض الشيالات لغاية الان ان شاء الله على ذاك الفترة يعني فاترة تتحضور جماهير يوايب وهم ورعاية في نفس الوقت فاصلا اصبح العمل يعني متكامل تقريبا طبعا التحسل الفترة اللي انا استلامتها قبل خب شهرين الادارة مستقيمة وعندهم مشافة كثيرة ولعبة برسل اصعب لأدف البحرين تنافس اساسا انديك الهندية كبير وعندها جواهير كبيرة فاللي اول شي سويت ان الاتحاد ابتعد عن التصادم مع الاندية انا كنا مظلات الجميع نتعامل بحيادية مع الكل اطلقنا كثير من الامور قيامنا سيستم المسابغات يبني رعاية والرعاية ما زالت الآن موجودة من 2008 او 2009 على غاية الآن يعني طافت فوق الـ 13 او 14 سنة وهي كانت رعاية كبيرة واضافة الى تأملنا استفادين قدرنا نسخر ونزيد حماسية اللعبة وحضور الجماهيري وصلنا لنا يعني سوينا النهائي من سبع لغاءات هذه ما كان لنا في البحرين وفي الـ NBA لنا سبع لغاءات النهائي هذه كان لنا قوة اللعبة كنا نحاول ننتعامل بشكل غير طبيعي أنا في طبيعة حياتي ما أحب العمل التقليدي أحب العمل الإنسان اللي حط له باسمة إضافة لغاتنا كانت معاجمة هير زينا بس كانت العملية مو سهلة لديه كبير اللي تنافسه وعندها قاعدة شوهيرية والجمهور نفس الصعب السيطر عليه بس وصلنا للمرحلة وقالنا الصالة نفتحها إذا مبارا سبع نفتحها الساعة 12 الجمهور يقوم الساعة 12 قابل ساعتين ما في شيء إليه صار لنا بعض التلاكة وصل يصير التعامل ما طبعا هذا شيء مفوض لكنه كان ما نقدر نصيدر عليه سوق سودة تذكرة من دينار ليه قابل ساعة توصل ليه حمس دينار ليه قابل من الساعة توصل ليه عشرة دينار تصور يعني بالبحرين نصرنا أنه ما أعطيك أكثر من تذكرة تذكرتين بالكثير يعني ما نبيع الشخص اللي تذكرة واحدة بالكثير تذكرتين يعني ما الواحد يأخذ العشرين واربعين تذكرة طبعا دخلنا نظام كان دي أول مرة في البحر أنك أنت بدأت تشتري من موبايلك عساس أن نحن أنه يكون تخفيف لأنه كان الناس حتى بطابور من شراء التذاكر طابور طويل يعني يأخذ لها فترة طويلة على ما يحصل دورها خاصة أنك الواحد يحصل على تذكرة تذكرة على الغنيم التذاكر فكان يوم من مات بسها طبعا يأكد على أن كرة السلة كانت تعلان هي الأولى يعني في أذكر حادثة كان في نفس الوقت الساعة سابع والساعة سابعة مباراة المحرق والأهلي ومباراة كرة الغلم محترامي طبعا ومباراة نفس المحرق والأهلي كرة السلة فأطلب منه التأجيب أنه ما نأجب يعني اللي عندي في الاتحاد بروح والغلم بقنا نجو يمكننا أن نأخذ ما راح أقول الغلم يعني السلة لقد أدريت أنها ترست الصالة بنفس الآله أتعاف ليش اسكمارية أربع سنوات تجربة ثلاثة أولا يعني كانت أول تجربة والناس ما جربت غيري نحن يوم جربت غيري رفت قدرت عملي قدرت اهتمامي في المنطقة اهتمامي فيهم حرصي عليهم متواصلي معهم كذلك من الأمر أقدره إضافة إلى ندخلت تنافس ما ثلاثة عشر صغير في السن ودخلت مع جمعيات ضد جمعيات ضد غامات كبيرة قدرت أضاف العمل السياسي والوقات السياسي فهيوم حصلت الثاني وما توفيت نسبة صغيرة ومونسبة كبيرة فطبعا اللي خلاني أنا أستمر ثاني يوم أولا طبعا اتصلت لي أختي مقيمة في الكويت قالت لي حفزتني بمعلومة مهمة قالت لي أن أحمد السعدون أول مرة تدخل ما فاصل بس من أربعة و سابعين ليلي يوم أو نهار فأنت خل هذه التجربة تكون جدامك وتقيمها عقوب دي المكالمة اشتغلت يوم ثاني بالنتيجة اشتغلت حق المنطقة وبقوة هني الناس يعني حاسوا أن عادل مو ياين هذا العسوم مو ياين حق المنصب يعطي وأكبر بني أنه يوم حسار ما هد المنطقة الأقلة بأنه يحسر يهد مباشرة يهد فترة ويرجع فأصبحوا أن هذا الرجل مو ياي عشان ناصب وكثر ما ياي عشان يعطي لذلك ونجحت اهتميت في المنطقة اهتميت في الناس وكنت قريب منهم فأمانة علاقتي مع أهل دارتي علاقة أكبر من نائب وعضو وناخبين لا قد أولا أنا منهم فيهم ولادهم عارف طبيعة هذه المنطقة وعارف طبيعة الناس وأنا مو جديد عليهم فأمانة علاقة فيه ود كثير وفيه احترام وفيه ثقة وفيه دعم وفيه تجارب كثيرة فأثبتتوا انها مالكة مهما أساوي لهم ما أقلره فيهم حقهم يعني في كثير مواقف سندوني ويعني سندوني بطريقة مخلصة يعني بعيدا عن كثير من الظروف لانهم فعلا نقفوا معي وغفات مهما أساوي ما بقلره يعني لا عبر ولا أقل فيهم حقهم وما بقول نائب خدمة ولا بقول متى كامل خلقوا نائب متى نوى فيه 2006 جانب التشريعي والرغابي ما أتحقها أنا واحد قدلت مقترحات الكثلة الوفاق التي تمثل ثمانتعشر في فصل القامة ثمانتعشر كنت معطن بس ما كنت معطن موضوع الخدمات موضوع التواصل مع الناس ترى يمكن الناس تعتقد ان أنا مركز على أمور معي اللي بينه وبينه قلت لك أهل المنطقة مو مصلحة أبدا اللقام بينه وبينه ما صحة كان مزموه لا بينه وبينه أخلاص ما صورت نفسي في مكان معينه ويتفاجأ أنا لم أخذ هذا الوكان إضافة لهم واثقين نعم لما كان القرارات في نسكتكون القرارات مبنية على وضوح وتعامل وطني والقدرة على الموضوع عنده يمشي أو ما يمشي إضافة ل دائمًا نكون مهنضح معهم في تصويتات وفي كل الأمور وأعطي يعني ناء أبلاد يكون عنده قدرة على اتخاذ القرار هناك الكثير من شكك في مشروع الإسكان قال لا وفي إسكان في الحورة تيلي قبل ألف أو أثناء يقول لك سامحني ما تكلم بشكل منطقي فكل اللي كنت أطلقه من وعود ومن التزامات أحققها صعبة بس أحققتها قدرت حتى مواقفي في المجلس ما كنت واقعي ومنطقي فيها ويكون فيما أنا في النهاية أمدت للناس نعم بس في النهاية النهاية أنا فيما صلحة البحرين المستعافة الاجتماعية مع لها دور لا أصدقني خصوصا أنت كتب من المؤسسية للصندق الحورة وكتب من الصندوق الضبيل اللي كان صندوق المعدرة صندوق ساتين اللي فيه اللي فينا دور ساتين العمل الخيري ممانات أهلي عندهم إذا ترجع حق فورة بيقولون لك أنا أي مساعدات ليس فقط العمل الخيري أي مساعدة أوقفها قبل شهرين ما تعامل قبل شهرين بالانتخابات ما تعامل ومعروف ما تعامل نهائيا إيش رأيك أنه يعني أعقل هنا أباصرف بالانتخابات حتى اللي يشتغلون على شباب الفريج متطوعين أوشان ضميت الخارجي أول دور أول فصل ورحت للخارجي وما هديتها متة أربع سنوات وبعدين رحت الخدمات الخدمات بحكم أنها يعني لاجنة متناوعة وفيها خدمات تقدر يعني تفيد المنطقة وتفيد يعني وتكون فيها مشاريع وقوانين تخص يعني جانب مهم وهي كانت الصحة والتعليم والغطاء العامل الكثير من القطاعات اللي مهمة وبعدين رحت لاجنة المرافق ومدت تغيب فصله شوف كل اللي جاء نظفه لي التناوعة نصر أصباح عندي خبرة في التعاوم مع كل الملفات وكل الأمور اللي تخص فداتني كانوا عندي خبرة في اللاجنة الخارجية والآن بالدفاع وعندي خبرة في اللاجنة الخدمات وعندي خبرة في اللاجنة المرافق وضافة لتخصص المالي فأصبحت غرباً كامل فهذه كلها يشتغلون اللي شنو؟ خبرة تشريعية ورغابية في اللاجنة التشريعية فلجنة الخارجية مثل اللاجنة المهمة وحساسة في نفس الوقت أرغبات للكثير ولجنة الخدمات خلتنا نكون غريب من المشاريع الخدمية التعليم والصحة والعمل والمواصلات فهذه خلت عندي خبرة متنوعة في التعاوم مع كل ملفات داخل اللاجنة السيدة حطت علاناتي قبل خمسة أيام يعني فكان فيه هنا من روج ان انا ما بادخال وان انا يعني ما بقلت سهلت انا ثقتي موجودة في المنطقة بالعكس كانت تجربة ثريية جداً يعني حتى الناس اللي مختلفين معاي اللي معمرهم صوته يوم شافوا ان انا احتاج الى التصويت صوته دي فكانت تجربة واكبر دليل انا مارثة الثاني 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 شبت الأول على البحرين يبت خمسة وسببين فيلمية اي بس انا حتى اللي عادل لفين البعات عشر ما كانت يعني يبت سبعة وربعين ونص كان بيني بين الثاني ستمائة صوت الناس بعد ما رضت باللي صار في 2014 النتيجة ما بنقول التراخي نقول يعني التراجع اللي صار حتى ما يعني ما كانوا يبونها يبونها مش نسمع انها تكون ثبات يعني يعني ما غب لو انها نفوض حتى بنسبة بسيطة يعني نفس بنسبة 2227 صوت ايه 2227 صوت الفارق اضافة الى بوق المعتين صوت هذا يعني مجرد كان من كثر مهمة متحمسين قال لك كل النمعات يفوز لك يتمنى لك هذا كان بروحة ميتين وشوية صوت بها طلعتها برو يعني لو تجمعها اوال 2500 صوت كان تعرف الناس بطبيعات عفوية عفوية يعني يبين بلاقصان هذا شيء يعني ريحني يبين لك كثيرهم يعني يعني دعميني وواحد قال لي قال لي كتابت لا يصير خسرت لدي الصوت يعني يعني في خوائد يعني في واحد يعني ما بقول لك في البحرين كعضوية داخل المجلس يعني في هناك من راح خل العضوية بعدين مشى رحتانا يرشحوني فانا الان اوانا مو بس رئيس بالنواب العربي انا نقدم النواب العرب من 2011 انا عضو و اللي خدامني نتدرج في البحرام العربي يعني عضو نواب رئيس لدورتين وانا هو الحمدلله رئيس فطبعا تجربة ثارية حتى الانتخابات ما كانت سهلة وكانت يعني حصلت صعوبات كثيرة اللي اللي يعني اثري صدري ان اول رئيس والنمال ياخدها تسكين من اول مرة هذي يعني مسؤولي كبير وثقة كبيرة وهذي بعد يأكس ما تتمتع بملكة البحرين امانتهم يعني بقول لك شيء واقول له وانا صادق ان سياسة البحرين الخارجي وايت سهلت اموري يعني من جانبين جانب ان انا صرت وممكن اقول او كنت شخصية مقبولة يعني البحرين معروفة يعني بسياسات الخارجي متوازنة وغريب من كل والات تتخلف شؤون الداخلية للدول واهلتني ان يعني تكون عندي علاقات زينة ومقبول من من كل الاعتراف ما يكون علي فيتو فهذه السياسة ما سهلت لي اضافة لمقابلة جلات الملك اللي اول ما فلت هذا بالنسبة لي كان اقرار بالطريق ودافع مهم وشجعني في كثير من الامور على رأسنا انا عندي استغلالية انت احنا دعمينك وانت تمثل يعني تجربة البحرين وارجع اقول لك لولا المشروع الاصلاحي لجلات الملك لكن انا ولا غيري اننا نقدر نحضر النفاذي من ناحل بهذه المناصب البرلمانية خساء يعني الناس ما يطلع من البط وهذا شيء موصف جدا يعني يعني خلال ثلاث سنوات بس اللي طلعوا وحصولهم على الخدمة السكانية 450 شخص منها واسرها طبعا بدها تتقل لذلك نحن نحاول نحن نكون نكون موجودين أو تغيرت طبعا الناس اللي يعني مؤمنة أو اللي هي تحب هذا الأشياء بدأت يعني الله يختار لها يعني ارجع لك على مستوى الخدمات تشتغلت ما تتكلم عن الخدمات تجسين الخرية لرا الخدمات المنطقتي كانت 25% من قطاعات الكهرباء في البحرين الآن ما في أي انقطاع الثلاث شهور ما كان قطاع واحد قابل كانت فوق الخمسين وستين والقطاع في اليوم إذا طاق مطار روح أفتار ثمان أنا ما عندي مشكلة في المطار ولا أخير في المطار أصبحت كشوارع كبني تحتية ما فيها الكبير يعني ما في أي تجمع معين فخدمات كثيرة يعني اشتغلنا عن هذه الجوانب فحققنا يعني قيامنا قبل الشوارع ما في حد الشوارع كلها طابق أحمر كلها شوارع عادة وشوارع نظيفة المواسير المياه تم تغييرها بالكامل كان لنا إحنا 23% من ميزانيات التغيير المواسيرة على مستوى البحرين تم إضافة حوالي ما يقل عن 45 إلى 50 محطة تهربا فيعني الاهتمام الكبير أنا ما أتاكت لك جارة الملائك والحرق وصورة الوزراء والأهالي ما قصروا معانا في كثير من الأمور يعني يساعدوننا في أن تبغى هذه المنطقة كما هي وتبغى البوابة الشرقية العاصبة يعني فيعني قلت لك يعني لو بأتتكلم من طبيعة تترا ما صار على اللي سويتها يعني هاد بعض الأشياء اللي هي هالملطقة يحترمون ماهو عم رعيب لي في يوم اليومنا صرحت أن أنا خدمتها أقولها بكل أمانة يعني أنا أشكر للوطن شكر كبير جدا لدعمهم لي بشكل عام خاصة في فترة رأسي البنمو العربي وهذه مو قريب عليهم أمانة أنا أعتاز كثيرا بتجربة الوطن بتجربة صحيفة الوطن وبالكم أمين علي صحيفة الوطن وبدوركم أمانة المهنية اللي أنا أعتاز فيه وأتمنى لكم كل التوفيقون وأشكر لكم وأشكركم على هذه الصدافة وأكد لك أن هذا العسومي سيضح منطقتي ومثا ما حسيت أن أنا مو قادر صدقني عمري ما باق بالحق نفسي أن أنا أطلع بطريقة ما تحفظ لي كانت ولا هلا أختي بدون حالي فبغضل أخدمهم وإذا أحل بي غيري يكون أفضل مني صدقني بأكون أحسن مني بس عمري الشغل ما يتعبني بالعكس أنا أحلى أفضل وقت وأحسن شيء أنا أستانت فيه لما نقدم خدمها لهم لأنه يستغلون هذا أنا أعتبرهم أهلي وليس أنا أحبيني